تحياتي النهاردة هكلمكم عن الدكتور مصطفى محمود وماذا قال عن الإسلام وعن شفاعة الرسول للمسلمين في الآخرة ورأيه في الأحاديث النبوية وسنتناول أيضا أفكاره عن الدين وهل حقا كان يملك أفكار إلحادية وما هو الكتاب الذي ألفه وكفره بسببه بوسطة رجال الدين الإسلامي وماذا قال في هذا الكتاب سنتناول كل هذه النقاط في حلقتنا النهاردة لكن في الأول هديكم نبزة سريعة عن حياته الدكتور مصطفى محمود هو طبيب وأديب وفيلسوف مصري اسمه بالكامل مصطفى كمال محمود حسين المحفوظ ولد 27 ديسمبر 1921 وتوفي 31 أكتوبر 2009 عن عمري يناهز 87 عام تقريبا وأثناء حياته قام بتأليف حوالي 89 كتاب منها الكتب العلمية والفلسفية والاجتماعية والدينية والسياسية وكان يتميز أسلوبه في الكتابة بالجاذبية والعمق والمحاولة للوصول للحقيقة ويقام بالتقديم حوالي 400 حلقة من برنامجه التلفزيون الشهير العلم والإيمان قضى دكتور مصطفى محمود حوالي 30 عام من حياته فيما بين الشك والإيمان غرق خلالها في الكتب والتأمل والقراءة غرق فيها عن البوزية والإبراهيمية والزردشتية ويمارس حتى التصوف الهندي في رحلته في البحث عن الحقيقة والثابت عنه أنه في فترة شكه في الإسلام أنه لم يلحد ولم ينفي وجود الله الخالق ولكنه كان عاجز عن إدراكه في الصورة الإسلامية حيث أنه لم ينجح في معرفة الله من خلال النص القرآني وهذه التجربة الصعبة هي التي صنعت منه مفكرا دينيا من الطراز الرفيع وبالطبع هذه التجربة يمر بها كل مفكر أمين في بحثه عن الحقيقة ويبحث جديا عن هذه الحقيقة وخلال تلك الفترة الصعبة تعرض لأزامات فكرية كثيرة كان أولها عندما قدم للمحاكمة بسبب كتابه الله والإنسان وكتابه الله والإنسان هذا نشر في نهاية الخمسينات وبسبب هذا الكتاب بالأخص أتهمه يعني طيلة حياته بالكفر والإلحاد بسبب إصراره على البحث عن اليقين والحقيقة بعيدا عن دجل ودروشة رجال الدين الذين اعتبروا أن تساؤلاته التي طرحها في هذا الكتاب هي ازدراء للدين وأفكار تدعو للإلحاد والدعوة إلى الكفر ولكن بعض ضغوطات كثيرة عليه من الأزهر والسلفيين ورجال الدين المتعصبين قام بتأليف كتاب حوار مع صديق الملحد الذي يرد فيه على تساؤلاته التي طرحها في كتابه الله والإنسان الذي كفر بسببه وقال فيه بعد أن تخطيت مرحلة الشك ووصلت إلى الإيمان واليقين وجهت أخطائي بشجاعة لإيماني بأن الاعتراف بالخطأ صدق مع النفس وفضيلة في نفس الوقت وإيمانا بهذه المبادئ كان إصراري أن أحذف كتابي الله والإنسان الذي أصار جدلا كبيرا وكفرت عليه وهنا جاءتني الفكرة في إعادة طبع كتاب الله والإنسان ولكن بعد أن أجريت عليه التعادلات اللازمة وبالفعل طبع الكتاب تحت مسمى جديد وهو حوار مع صديق الملحد يرى البعض أن ما قام به الدكتور مصطفى محمود يشبه كثيرا ما قام به الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي حينما كفره الأزهر ورجال الدين الإسلامي على كتابه في الشعر الجاهلي فقام بحس الأجزاء التي بسببها تم تكفيره وغير اسم الكتاب من الشعر الجاهلي إلى الأدب الجاهلي إرضاء لهؤلاء المتعصبين وخوفا بالطبع على حياته في نفس الوقت ولذلك يقول البعض أن الدكتور مصطفى محمود أخذ نفس نهج الدكتور طه حسين لإرضاء الأزهر ورجال الدين وأيضا خوفا على حياته خاصة أن في فترة كتابته لكتابه الله والإنسان طلب جمال عبد الناصر بنفسه تقديمه للمحاكمة وده كان بناء على طلب من الأزهر وهي دي مشكلة الأزهر يعني ممكن نقول في كل العصور أنه لا يستطيع أن يواجه الكلمة بالكلمة أو الكتاب بالكتاب ولكنه يقوم بالتكفير أو يقوم برفع القضايا حتى يقوم بإسكاة الصوت المعارض له وده مشكلة كبرى أنك أنت لا تستطيع أن ترد على يعني مجرد كتاب بكتاب مثله لكن أنت كل ما تفعله أنك تحب أن تكمم الأفواه وطبعا دي مشكلة كبرى في الأزهر وموجودة للأسف حتى يومنا يعني المهم طلب جمال عبد الناصر بنفسه تقديمه للمحاكمة بناء على طلب الأزهر باعتبارها قضية يعني قضية كفره الحاد إلا أن المحاكمة اكتفت بمصادرة الكتاب وبعد ذلك بفترة أبلغه الرئيس السادات أنه معجب جدا بهذا الكتاب وقرر طبعه له مرة أخرى ولقد حزن الدكتور مصطفى محمود حزنا شديدا على مقتل صديقه الشخصي السادات بهذه الصورة البشعة الغير أدمية فكتب كيف لمسلمين أن يقتلوا رجلا مسلما رد مظالم كثيرا وأتى بالنصر وساعد الجماعات الإسلامية وهو من أفرج عنهم ومع ذلك قتلوا بأيديهم بل وكفروا وقبل مقتل السادات كان قد عرض عليه إدارة وزارة كاملة فرفض دكتور مصطفى محمود قائلا أنا فشلت في إدارة أصغر مؤسسة وهي الأسرة فأنا مطلق فكيف بي أن أدير وزارة كاملة أما الأزمة الثانية والأزمة الأشهر للدكتور مصطفى محمود هي كانت بخصوص كتابه الشفاعة أي شفاعة الرسول في إخراج العصاة والخطى من المسلمين من النار وإدخالهم الجنة حيث أن دكتور مصطفى محمود كان يرى أن هذا الكلام غير منطقي وضد مفهوم العدل الإلهي وأن الشفاعة الحقيقية غير التي يروج لها علماء الحديث وأن الشفاعة بمفهومها المعروف أشبه بنوع من الوسطى والاتكالية على شفاعة النبي محمد وتحس على عدم العمل أو حتى الاجتهاد بل هي تغيير الحكم الله في هؤلاء المزنبين لأن الله عز وجل هو الأدرى بعبيده والأعلن بما يستحقونه وأكد أن كلام رجال الدين على أن الرسول قادر على إخراج المزنبين والعصاة من النار للجنة وأن فيه تعدي على أحكام الله عز وجل وضد مفهوم العدل الإلهي وفي كتابه الشفاعة قال الدكتور مصطفى محمود حرفيا أن القرآن الكريم ينفي الشفاعة في الكثير من آياته المحكمة نفيا مطلقا وفي آيات أخرى يذكرها مقيدة ومشروطة بينما هذه الأحاديث التي تروى على لسان النبي وأنه سيقف شافيعا يوم القيامة للمسلمين المزنبين من أمته وأنه سيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بعد أن حكم الله عليهم بدخول النار فهذا كلام غير مقبول بالمرة وضد مبدأ أو مفهوم العدل الإلهي الذي يعطي كل واحد حقه طبعا يعني أنا أعتقد أن كلام دكتور مصطفى محمود يعني كلام في الكثير من الحكمة والواقع كيف بعد أن يحكم الله على إنسان بدخول النار يقوم أي إنسان حتى لو نبي بالشفاعة له حتى يخرجه من النار ليدخله في الجنة طب وأين العدل الإلهي يعني للأمانة من يدقق في هذا الكلام يجده كلام عقلاني فعلا يعني ويشكك أيضا الدكتور مصطفى محمود في الأحاديث النبوية وشكك في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي إحدى لقاءاته التلفزينية في أواخر حياته تحدث عن الأحاديث السازجة التي لا يقبلها العقل ولا المنطق وذكر على سبيل المثال حديث يوجد في صحيح البخاري وصحيح مسلم يذكر أن ملك الموت أرسل إلى موسى ليقبض روحه فقام سيدنا موسى بفق عين ملك الموت ورفض الموت فاسترسل الدكتور مصطفى محمود بخصوص هذا الحديث الذي لا يقبله أي إنسان عاقل ولكن يقبله للأسف شيوخ الأزهر والسلفيين بالرغم أنه واضح جدا أنه حديث غير قبل التصديق ومن يصدقه فهو إنسان سازج خاصة أن ملك الموت هذا الروح فكيف يتم فق عينه وهو روح بدون جسد مادي يعني طبعا أنا أجد في معظم اللي قاله الدكتور مصطفى محمود أنه كان يستخدم العقل والمنطق وأنا يعني أنا متفق كثيرا في كل ما تره حتى الآن وبالطبع بسبب أراءه هذه هجم الرجل هجوم شديد من رجال الدين فكفروه ونعتوه بأصعب الأوصاف وطلبوه أن يصمت وأن لا يتحدث في الدين بل حولوه إلى مارق وزنديق خارج عن القطيع وأدت هذه المحنة الشديدة به إلى اعتزاله الناس والكتابة إلا القليل منهم ومن كسرة الضغط عليه والتهديد بالقاتل طبعا كانت حياته مهددة وكان مهدد بالساجن أيضا أصيب بجلطة في عام 2003 وأصبح يعيش منعزلا وحيدا بالرغم أنه لم يفعل شيء مجرد كان عنده أفكار بيطرحها فأنا لا أجد شيء سيء قام به الدكتور مصطفى محمود كل ما فعله هو أراء واجدها أراء يعني عقلانية ومنطقية جدا فلماذا كل هذا التكفير قال عنه الشاعر الراحل كامل الشناوي إذا كان مصطفى محمود قد ألحد فهو يلحد على سجادة الصلاة فهو كان يتصور أن العلم يمكن أن يجيب على كل شيء ولكن عندما خاب ظنه مع العلم أخذ يبحث في الأديان بدءا بالديانات السماوية وانتهاءا بالأديان الأرضية وتوفي دكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه صباح السبت 31 أكتوبر عن عمر يناهز 87 عام ولقد شيعت جنازاته من مسجده بحي المهندسين ولم يحضر الجنازة أي من المشاهير أو المسؤولين ولم تتحدث عن جنازاته وسائل الإعلام يعني إلا القليل للقليل منها مما أدى بالطبع إلى إحباط شديدة عند أسرته وبالطبع كل هذا التهميش بسبب تشويه رجال الدين وتكفيرهم له بالرغم أنه لم يكفر أحد ولم يكفر أو يترك الدين حتى بل لمجرد أنه خالف فكرهم في بعض الأراء الدينية والفقهية على أساس أنه طبيب غير متخصص ليتكلم في الدين يعني أنا مش فاهم يعني إيه هو طبيب غير متخصص أي إنسان من حقه يتكلم في الدين أي إنسان طالما تملك عقله راجح من حقك تتكلم ولقد ترك لنا الدكتور مصطفى محمود مجموعة من أجمل أقواله يعني التي خلدها له التاريخ مثل إن الشرف عندنا معناه صيانة الأعضاء التنسلية فإذا ارتكبت كل الزنوب والمعاصي في الدنيا وصمت أعضائك التنسلية فأنت شريف مئة في المئة وإن القتل وسفك الدماء والنصب والاختيال والاحتيال كلها أفعال رجالة ولقد ذكر هذه المقولة في كتابه الشهير الله والإنسان وقال أيضا في نفس الكتاب إن الله أقرب إلى الذين يجتهدون في معرفته وفهمه من الذين يؤمنون به إيمانا أعمى بالطبع هنا دكتور مصطفى محمود يحاول أن يوصل للإنسان البسيط إن ربنا عايزك تؤمن به عن معرفة وليس عن إيمان أعمى ربنا يحب الإنسان اللي يبحث عنه وليس الإيمان الأعمى وطبعا ده يعني واضح جدا من كل كتب الدكتور مصطفى محمود إنه كان يحاول أن يجعلك تؤمن بالله عن طريق العقل قبل القلب ومن أقواله المأسورة أيضا لو كانت الأشياء المادية أهم من المعنوية لما دفن الجسد في الأرض وصعدت الروح إلى السماء وقال أيضا وأشق الحروب هي حرب الإنسان مع نفسه بالطبع دايما الحرب اللي بتخدها مع نفسك هي نوع من أنواع الجهاد وبتبقى حرب صعبة جدا لأنها بتبقى ضد ما أنت تطلبه لنفسك أو اللي أنت عايزه فالحرب دي تبقى صعبة جدا يعني وقال أيضا لا تحزن عند الصدمات فلولاها لبقينا مخدوعين لمدة طويلة هي فعلا قاسية لكنها صادقة عندما يتحدث الناس عنك بسوء وأنت تعلم أنك لم تخطئ في حق أحد منهم تذكر أن تحمد الله الذي أشغلهم بك ولم يشغلك بهم لن تكون متدينا إلا بالعلم فالله لا يعبد بالجهل طبعا كلمة قوية جدا لازم تكون مسقف عشان تعرف تعبد الله مش أي حد يقول لك كلمة تصدقه طبعا الدكتور مصطفى محمود كان واعي جدا لكل كلمة يقولها يعني في الأرض ما يكفي لحاجات الناس ولكن ليس فيها ما يكفي لأطمعهم عايز أقول إن الإنسان طمع لكن ربنا اللي بيدهولنا ربنا كافي لحياتنا لكن الإنسان يريد أكثر فأكثر فأكثر وطبعا ده نوع من أنواع الطمع لم أتمنى البكاء يوما ولكن هم الزمان أبكاني تمنيت أن أعيش كما تريد نفسي ولكن نفسي عاشت كما يريد زماني طبعا كلمات عميقة جدا وجميلة فعلا وقال أيضا إن مشكلتك ليس سنواتك التي ضاعت ولكن سنواتك القادمة التي ستضيع حتما إذا وجهت الدنيا بنفس العقلية وهنا يعني نلاحظ أن الدكتور مصطفى محمود يحسك على أنه يجب عليك تغيير أفكارك عندما يجد ما هو جديد لكن أنك تصر على أفكار أنت تربيت عليها وتورستها كأنك لم تر ما هو جديد في هذا النوع من أنواع الغبائية طبعا كلمات جميلة جدا هو كان طبعا الدكتور مصطفى محمود كان متمكن من أدواته ومتمكن من علمه خسارة كبيرة جدا أنه تم تكفيره وكانت نهايته تعيسة طبعا زي ما أنا شرحت لكم الآن ولكن هل فعلا كان يستحق الدكتور مصطفى محمود هذه النهاية الحزينة التعيسة وهل كان يستحق أن نقوم بتكفيره بتلقى الطريقة الغير أدمية لدرجة أنه يعني آخر حياته كان منعزلا عن الناس منعزلا عن الكتابة أحب طبعا يعني أسمع أراءكم في تلقى النقطة وأحب أسمع أراءكم برضو في شخصيته وأفكاره لن أطيل عليكم أكثر من ذلك وهي دي كانت حلقتنا النهاردة أتمنى بالطبع أنها تكون نالت إعجابكم وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة شكرا